اتحاد الكورة المصري عنده مشكلة كبيرة جدا اتحاد الكورة لغاية النهاردة مش قادر يعمل جدول وينظم الدوري الجديد والمواعيد الدوري الجديد وده علشان بعض الأندية شايفة ان النظام الأديم كويس وعاوزين يستمروا به ولكن طبعا احنا شفنا لو استمرنا بهذا النظام الأديم مش هنقدر نخلص في أغسطس وده هتعمل مشكلة كبيرة جدا للمحترفين ليه بقى هتعمل مشكلة عشان نوضح لكم لان دلوقتي كل نازي مرتبط مع لعيب لغاية آخر السيزون فلما احنا هنلعب هنا في مصر السيزون لغاية شهر أغسطس بالتالي لو في لعب عاوز يتنقل أو عاوز يروح فريق تاني مش هيقدر مش هيبقى عنده وقت كافي في الترانسفير مارك أو زي ما احنا بقوله كده الفينستر ترانسفير مارك الفترة اللي بتبقى موجودة في بعد الدوري وهي لمدة شهر واحد فترة الانتقالات دي فبالتالي اللاعبين كده المحترفين وخاصة الاجانب هتبع عندهم مشكلة كبيرة في هذا النظام لو استمر طيب ايه البدايل ايه اللي المفروض ان اتحاد الكرة ولجنة المسابقات تعمله مفروض ان هم يوصلوا لحل مع الاندية اه وخاصة ان في اندية اللي هي بتشارك في بطولات افريكا زي الاهل والزمالك وبيرامدس الاندية دي هتعاني من فترة طوال او تطويل المسابقة لان الناس دي عندها مباراة تقريبا كل اربعة يام فبالتالي هيبقى فيه لود وهيبقى فيه ضغط كبير اوى على الاندية دي وهيبقى فيه اصابات وطبعا ده هيأثر على المنتخب فهي عاملة زي السلسلة كلها مرتبطة ببعضها فلازم يشوفوا حل كمان اتحاد الكرة لازم يقدم شوية تنازلات ولجنة المسابقات لازم تقدم شوية تنازلات يعني ايه تنازلات يعني تقلل من عدد المباريات وده هيسبب فيه ان كمية الموارد او الماديات او الفلوس التسويقية للمباريات هتقل وده اللي اتحاد الكرة ولجنة المسابقات خايفين منه ان الموارد المادية تقل فهي دي مشكلتهم كلها المشكلة كلها في رأيي انا هي مشكلة مادية مش اكتر والاقل اتحاد الكرة ولجنة المسابقات عاوزين يشتغلوا على النظام القديم علشان يبقى نفس عدد المباريات علشان يبقى نفس التسويق والازاعة التلفزيونية والنقل والبس والسبونسور والراعي تمام والاندية معترضة على اساس ان طبعا ده هيبقى لود على اللعابين وهيبقى فيه اصابات كتيرة واللعابة المحترفة زي ما احنا قلنا هتعاني من هذه النقطة